كل المعطيات الآن التي نناقشها ونتوقف عنها الانتخابات القادمة خطيرة وفيها تحديات السلاح المنفلت هذا خطر على الانتخابات لأنه لا يعطي بيئة آمنة للمرشح والناخب وللعملية الانتخابية بشكل عام قضية الأموال الهائلة التي نزلت وبلغت حدا لا يمكن أن يصدق المرشح يعطى مليار ونصف دينار أو مليون ونصف دولار وهذه كلها تتحول إلى عملية إغراءات وشراء وكذا شيء في هذه الانتخابات المال نزل سياسي في هذه الانتخابات ثانيا هناك من يفكر بأنه يستفيد من هذا الجو في عملية تلاعب أو تزوير وشغل موجود على الأجهزة الألكترونية التي ستستخدم بالانتخابات يعني هذه الانتخابات مضغوطة بعدة تحديات وأهم هذه التحديات البيئة الآمنة انتخابات بلا بيئة آمنة لا يمكن أن تكون انتخابات سليمة من الآن بعض الناخبين بعض المرشحين تجيهم تهديدات انسحبوا إلا أنت وعائلتك تروحون زيان هذا الشيء رح أصبح للانتخابات أنا عندي مرشحين أقوية انسحبوا ليش انسحبوا قال ما أقدر لأنه سلاح وتهديد أنا أخاف على عائلتي أخاف على نفسي لذلك أنا قلق من هذه الانتخابات وعبرت عن قلقي للأخ رئيس الوزراء في آخر لقاء وطالبت بأن يتحرك بسرعة لضبط الأوضاع الأمنية ومنء السلاح المنفلت حتى تكون العملية الانتخابية فعلا معبرة عن إرادة الناس إذا استمرت هذه التحديات هذه الانتخابات سوف لن تكون معبرة عن إرادة الناس